ينفذ المواطنون في هذه الأثناء وقفة احتجاجية على سياسات الحكومة الاقتصادية في محيط الدوار الرابع وللاطلاع أكثر ينضم إلينا من هناك الزميل إسلام سمحان إسلام مساء الخير ضعنا في تفاصيل ما يدور من حولك نعم غادة في هذه الأثناء ينفذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية هذه الوقفة هي تنفذ كل يوم خميس منذ عدة شهور في محيط الدوار الرابع أكثر تحديدا في ساحة مستشفى الأردن التي تبعد مسافة عدة كيلومترات قليلة عن مقر رئاسة الوزراء المطالب غادة هي مثل كل أسبوع تقريبا ركزت على إلغاء قانون جرائم إلكترونية إلغاء قانون ضريبة الدخل توفير فرص عمل للمتعطلين من أبناء المملكة كذلك طالب المحتجون في هذه الساحة توفير بناء تحتية تليق في الأردنيين في شمال وجنوب المملكة هذه الوقفة غادة مستمرة حتى هذه اللحظات والجديد فيها ربما يكون هو التضامن مع المرابطين عند باب الرحمة في المسجد الأقصى حيث كان هناك بعض الهتاف يندد بالتطبيع وفي اتفاقية الغاز مع الاحتلال هذا غادة كل ما لديه الآن وعودة إليكم في سدهاتنا في الأخبار شكرا جزيلا لك إسلام السمحان كنت معنا من محيط الدوار الرابع لتوافين بآخر مستجدات الوقفة الاحتجاجية شكرا جزيلا لك